بسم الله الرحمن الرحيم وكان من دعاء الإمام جعفر الصادق عليه السلام في تعقيب صلاة الفجر قال عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين الأخيار الأتقياء الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن حسبنا الله هو نعم الوكيل وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله ومستحقه وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله على إدبار الليل وإقبال النهار الحمد لله رب العظيم الحمد لله الذي أذهب بالليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته خلقا جديدا ونحن في عافيته وسلامته وسطره وكفايته وجميل صنعه مرحبا بخلق الله الجديد واليوم العتيد والملك الشهيد مرحبا بكما من ملكين كريمين وحياكم الله من كاتبين حافظين أشهدكما فاشهدا لي واكتبا شهادتي هذه معكما حتى ألقى بها ربي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأن الدين كما شرع والإسلام كما وصف والقول كما حدث وأن الله هو الحق المبين والرسول حق والقبر حق والقرآن حق والموت حق ومساءلة منكر ونكير في القبر حق والبعث حق والصراط حق والميزان حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله باعث من في القبور وصلي على محمد وآل محمد واكتب اللهم شهادتي عندك مع شهادة أولي العلم بك ومن أبى أن يشهد لك بهذه الشهادة وزعم أن لك ند أو لك ولد أو لك صاحبة أو لك شريك أو معك خالقا أو رازقا فإني بريء منهم لا إله إلا أنت تعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا فاكتب اللهم شهادتي مكان شهادتهم وأحيني على ذلك وأمثني عليه وأبعثني عليه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم صل على محمد وآل محمد وصبحني منك صباحا صالحا مباركا ميمونا لا خازيا ولا فاضحا اللهم صل على محمد وآله واجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وعوذ بكم يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم صل على محمد وآله وارزقني خير يومي هذا وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شره وشر ما بعده اللهم صل على محمد وآله وافتح لي باب كل خير فتحته على أحد من أهل الخير ولا تغلقه عني أبدا وأغلق عني باب كل شر فتحته على أحد من أهل الشر ولا تفتح علي أبدا اللهم صل على محمد وآله واجعلني مع محمد وآل محمد في كل موطن ومشهد ومقام ومحل ومرتحل وفي كل شدة ورخاء وعافية وبلاء اللهم صل على محمد وآله واغفر لي مغفرة عزما جزما لا تغادر لي ذنبا ولا خطيئة ولا إثما اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أعطيتك من نفسي ثم لم أفلك به وأستغفرك لما أردت به وجهك فخالطه ما ليس لك فصلي على محمد وآله واغفر لي يا ربي ولوالدي وما ولد وما ولت وما توالدوا وما توالد من المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الحمد لله الذي قضى عني صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولم يجعلني من الغافلين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر